السلام عليكم كديري اللبس عليكم تمنى تكونوا على خير وبخير في احسن الاحوال وصحة جيدة ان شاء الله مرحبا بكم معايا معاكم ناديا من ناديا ستيبو فيديو ديال اليوم مخمرات كيجيو روعة زوينين بزاف بحشوة اللي مختلفة وكيجي بنينة وكيجيو خفاف وفي نفس الوقت ساهلين ماهلين ومشفشين وزوينين بقوا معايا باش تشوفوا الطريقة والمقادير ديال تحضير ديال هاد المخامر بالنسبة للمقادير هما بساط اعتنا الدقيق الابيض اللي هو الفورس يلا درنا زلافة ديال دقيق الابيض نديرو نص زلافة ديال دقيق القمح الصلب ولا سميدة الرقيقة او الفينو زلافة من الفورس ونص زلافة من سميدة الرقيقة بالنسبة للبناتلي في امريكا حنا كان عدنا هادي هي الفاينت سيمولينا هي السميدة الرقيقة هي اللي كان نستعملو بالنسبة للمغري بديرو الفينو عندي واحد المعلقة كبيرة ديال السكار مع عمراش عندي معلقة كبيرة ديال حليب بودر نيدو عندي المعلقة كبيرة ديالت الخميرة ديالت الخوبز و عندي الملحة والماء دافي باش غادي نعجنو العجينة هادو هما المكونات غادي ندوزو بالنسبة للي عندو العجينة عجينة في العجينة اللي ما عندوش عجينة غير بيديه كما كان قول ديما عادي عندو الترموميكس عجينة ديالترموميكس خطيرة صراحة كتعجبني أنا بزاف عجينة ديالترموميكس مهم كندير السميدة و كندير الفورس الخميرة ذاك الحليب بودرة و كندير سكر إلا الملحة حتى كان عجينو كتسلك ليالعجينة عاد باش كندير الملحة سوف نخلط كل شي هنا و بدنا نضيف الماء يكون دافي شوية بشوية 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 حتى الحال بارد عندك شعيش ندرنا الماء دافي و الخميرة ديالت الخبز مطابعة الحال الكيمياء على حسب الجوه لكل جوه سخونة نقص فيها كل جوه بارد كنزيدوا واحد شوية نضيف الماء بشوية 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 والعجينة كتسدلك حتى كنت جمع ليالعجينة وتدلك ليالعجينة و تدلك ليا مزيان من بعد ما كنت تدلكي مكان لكم العجينة غاضي نضيف ديالتك مليحه مع شوية دلماء ونخليها تزيد تدلك ليا واحد دقيقة حتى أجوش دقائق حتى كنا نعرفو العجينة بأنها صافرة مدلوكة مزيان كلما كتزدلكات العجينة مزيان ولا دلكنها بيدينا مزيان كلما كتجينا مخيم مرازي ديانة مشفشين وزوينين وكيجيونا مهوين من الداخل صاف هنا عجينة سالات كيكتوفو أخص العجين ديانة ما يجيش قاس حيجين مرخوف كيفاش كتشوفو كيهبت من الكروشي ديان العجانة هككتخصو يجي لحقاش غادي يخمر وغادي يعاودي يرجع ما غاديش يبقى جاري بحلوك بدي لسقلي كون في ليدين سافي غادي نحيدو عندي روفو واحد البول ونخليه باش يخمر ليا حتى يضعف الحاجم ديالو ولا إلا كنتو زربانين مدة ديال واحد من الساعة ما تفوتوهاش هناكي كتوفو من بعد ما خمرت العجينة أنا خليتها تقريبا واحد من الساعة كي كتوفو العجينة كتكون زوية ناحية كتكون مدلوكة كتجي رائعة حتى في الخدمة ديالها سافي هنا غا نعاونا بشوية ديالسيت وغادي نشكل واحد لقريصات كويورات ولا قريصات علاها تشكيل هذا وهنخليو مرتاحوا واحد شوية باش مدوزو نعمروهم بالنسبة للعمارة ولا الحشوة ممكن نديرو أي حاجة بغيتوه نوريكم أنا شنو هادي ندير عندي بصلا الخضراء مقطع على هاتشكل وعندي ذاك التخت ديال الخليع ولا كي كنسميوه أكريس هادوه همال هادية العمارة ذاك التخت اللي كي تجمع لينا في الخليع هورا كي تستعملوه بزاف كنعمرو به الملاوي كندرو به الخبز في الفران كندرو به بزاف ديال الوصفات مويمة نختاريت باش نديرو في هاد الوصفة وغادي ندير مها بصيلة إلا ما عندكو مش هاتخت ولا اغريس ديال الخليع غادي نديرو الخليع العادي قطعوها ارقيق مع هاداك اليدام وخلطوه معه بصيلة سافي غادي ناخد كلها غريسة غادي ندير شوية زيت وندير شوية سميدة ونقرس فاش تكونو كتقرسو نقرسو من جنيبات وما تقرسوش الوسط بزاف باش هتجيو تجمعو ما تتقبليكمش لخبيزة ديالكم سافي غادي نحطو نديرو واحد المعلقة قياس معلقة ديال ذاك تخت الخليع ونديرو ديال بصيلة الخضراء عالش درتنا بصيلة الخضراء مع هاد تخت الخليع كي تهرس لنا ذاك الجهة ديال الخليع تيتهرس ما تيبقاش مجهة تيجي زوين بزاف بزاف إن شاء الله نشارك معكم وطافة خرين بزاف بهذا التخطي دي الخليع كي يجي غزال زوين كي يجي بزاف بزاف ورا كيت باع بالنسبة للمغرب كيت باع في محلات كاملة اللي كيبيعو الخليع وللي كدير الخليع تحتافظ به وهنايا في أمريكا كناخد الخليع من عند واحدة سيدة في كاليفورنيا كوكين ويد جاز غد نخلي لكم نخلي لكم الانستغرام ديالها في صندوق الوصف وممكن تصلوا بها كتبيع الخليع كتبيع القديد كتبيع التخطي ديال الخليع كل شي موجود وتبارك الله أنا خليع ديالات يعيش بني بزاف بزاف زوين وما مجهدش وما مالحش بزاف وكتصوبوه يبزيت البلدية مكينش ليدام كي يجي غزال صاف هنايا غادي نكمل في الوصفة حتى كان سالي كندير ذاك الخليع وندير فوقو شي شوية ديال البصيلة وبصلا كيما كدتشوفو خضراء ممش حرامة والو واتخت الخليع كنديرو في تلاجة باش يجمد لي باش يساعدني إلا كان جاري بزاف غادي بقي يسح مو يمكن لوي وكن حاولو نسدو ديال الخبيزات مزيان مزيان باش حتنجيو نقررصوهم ما يتقبوش لينا صافي كانستمر على هاتشكل حتى كان سالي الخبيزات كاملين بغيتو تكبروهم كبروهم بتديروهم كبارين ديروهم كبارين أنا درتهم غي سغيرين من بعد ما تساريو الخبيزات ديالكم كاملين هتخليو مرتاحو مدد ديال من خمسة حتى العشرة دقيق تي يعطيوكم الطوح في الدقراس وحتك يساعدو باش يجو من فوخين فاش كنكونو كنطيبوهم هنا غندوزو غادي نقررسو الخبيزات الجيهة اللي فيها الملاقية ديالت العجينة فيها السدد ديالت العجينة هي اللي كردو الفوق علاش باش كنشوفو باننا احنا كننقررسو وفي نفس الوقت كنشوفو را ما كنتقبوش للعجينة ولا ما كنخسروهاش إلا رضيتو الملاقية التحت تقدرنتو ما فاش كتقررسو ما كتشوفوش راها الملاقية تقدر تحال ولا شي حاجة صافي هكا كندير ولكن دي ما الملاقية من طبيعة الحال لتحت في المقلع أنا استعملت هذا المقلع ديالتو كتزليو حد الكيمية اللي هي كبيرة ربع ديال الخبيزات بدوستعملو خلاصة المقلع ديوجدال تقيلة لي عندكم ولا الطيفال حتى هي زوينة غي تكون درجة الحرارة تكون سخونة مزيان المقلع وفاش نبغيو نطيبو الخبيزات ديالنا كنديروها متوسطة باش يتنفخوا على خاطر خاطرهم وجو زوينين ولكن ما تكونش العافية نقصة بزف إلا كانت العافية نقصة بزف غادي كرمولينا وما يجيو ناش زوينين هنا باش كنحطوهم كنرش بشوية زوية تغيي واحد شي شوية ونخليوهم حتى كيتنفخوا مزيان مزيان عاد باش كنقلبوهم لجهة الخرادة بهنا يا غبي ببليكم كبدو يتنفخوا وكي يكون في موحد البويقات الفوق باش تعرفو راه العجينة ديالكم نجحات لكم مزيان والوصفة غادي يجيكم إن شاء الله زوينا هنا كي شتوكي كيتنفخوا صاف هنا يعرفناهم راه طابوا من التحت غادي نقلبوهم ونخليوهم معاو تاني حتى يطيبو من الجهة الخرى صراحة كيجيو رائعين وبخصوص بذ الحشو ولكن انتم لكم الاختيار أي حشوة قد فطلوها ديروها ممكن ديرو كفيتا ممكن ديرو خضيرا ممكن ديرو الجاج ممكن ديرو اللي بغيتو ولي كتفضله ممكن ديرو الشحمة اللي بغيتو انتم ولي كتفضله ديرو صافيك نخليوهم معاو تلك الجهة واحد دقيقة ودجوش دقيق وعاو تاني بدو نقلبو بيدينا باش ياخدو لنا نفس التحميرة ديالوجه كامل حتى نعرفوهم راه طابوا والمخيمات ديالنا ولى الخبيزات حيث تأتيبوكي يجيو تأتيب طيبين طيب واحد حيث دباء هادينا اللي نقلب فيها مازال ما وحده جيهه مازال ما طابت متياح أنا هنقلبها وراها كالجيهة هادي راه طابت لطابت كنحيدوها ولي مازال ما طابت كنخليوها مهم كيجي رائعين جربوهم وجربوها دلعجينة واعتمدوها ان شاء الله ديروها فرمضان ديروها بزف دلوصفات كيجي رائعة إما مخمرات كبار ولا صغار نقطع معكم وحيدا تشوفو كيجي العجينة كيجي غزالة بزف نتمنى الفيديو ديال يومين الإعجاب ديالكم والوصفة تعجبكم وتجربوها وتعجبكم ان شاء الله ومتنساوش خليوليات عليك ولايك وخليت لكم راحة اللايب فيديو قادم ان شاء الله بسلام عليكم